السلام عليكم حديثنا اليوم عن سلبيات وإيجابيات في السويد جودة حياة ورفاهية عالية والخدمات كثيرة فمن عنده معاق يصرف له راتب وسيارة ورحلات سياحية دولية مدفوعة تكاليف وتوظف الحكومة عدد من أسرته وتصرف لهم راتب كأنهم شركة تقوم بخدمة المعاق ومن عنده حيوان أليف بالبيت ملزم بتسجيله والإفصاح عنه وتأمين طبي له والعديد العديد من الخدمات الحكمية ومع هذا ينتشر الانتحار والإجهاض وطلب الموت الرحيم عند كبار السن وازداد الهجرة العكسية عند المهاجرين وكثير من الشباب السويدي يتطلع للهجرة إلى خارج السويد فالسلبيات عديدة الحياة الاجتماعية شبه معدومة وتشجيع حكومي كبير للحياة الفردية واستقلال الأبناء عن أسرهم الأجواء باردة تجلب الكآبة وكل شيء عليه ضرائب وهي عالية جدا تبدأ نسبة ضريبة الدخل من 29% واحتمالية أخذ الأطفال من كواردة أضف لهذا حرية غير منضبطة تم إحراق المصحف الشريف أكثر من مرة والتعري ظاهرة وتحريض على الشذود والإنحلال هي بيئة يصعب فيها تربية الأبناء والحفاظ على الهوية